قبل ما ابدأ الفيديو انا عايز بس اقولك على مثال مهم جدا في صناعة العربيات اه هو مجال تاني بس المثال ده مهم كل سنة تقريبا بينزل موديل جديد من نفس العربية تبقى اصدار 22 22 23 24 24 وكزا ولكن التغييرات الجزرية بتحصل كل خمس سنين وكل ثلاث سنين عشان الناس ما تزهقش الشركة بتعمل حاجة اسمها فيسليفت يعني تعديل بسيط في شكل العربية من برة وساعات من جوة في حاجات بسيطة قوي بس في المجمل بتبقى هي نفس العربية واللي يفاجأك ان الموديل ده بينزل ويبيع فده اللي شاومي تقريبا بتعمله دلوقتي في سلسلة الريدمي نوت رقم برو الفور جي ليه بقى؟ لان انا معايا النهاردة وهرجع معاكم الريدمي نوت 12 برو الفور جي والموبايل ده كان مواصفات ما اختلفش تماما عن الموبايلين اللي فاتوا من شاومي من نفس السلسلة الريدمي نوت 10 برو القديم والريدمي نوت 11 برو الفور جي القديم تبتخيل ان احنا بقى انا تقريبا كده 3 سنين بنتكلم في نفس المواصفات انا طبعا عارف ومراعي ظروف السوق المصري تحديدا بعد ارتفاع الاسعار وبعد ان ما بقاش فيه من شاومي موبايل جديد موجود في الفئة المتوسطة ودي حاجة صعبة بالنسبة لهم فكانوا مضطرين يجيبوا الموبايل ده علشان يبقى الموبايل بتاع شاومي الموجود في الفئة السعرية بتاعة الفئة المتوسطة الموبايل ده بيجي بشاشة امليد 120 هيرتز بطارية 5000 شحن 67 واط كاميرا خلفية 185 ويكسل صوت استيريو والمفاجأة ان الموبايل ده جاي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 732 جي المعالج اللي كان موجود في الريدمي نوت 10 برو القديم انا معرفش شاومي جابت المعالج ده ازاي ولكن خلينا نعرف كل حاجة انت محتاج تعرفها عن الريدمي نوت 12 برو 4 جي وهل لما بتشتري الموبايل ده في 20-23 هتاخد صفقة كويسة ولا لا كل الكلام ده هتعرفوا الفيديو بتاع النهاردة لايك الجميل ويلا بنا نبدأ المراجعة تصميم موبايل هنا عادي يعني ما فيهوش اي ابهار بالنسباني هو بصراحة اللون اللازرق حلو وعلى الحقيقة شكله فعلا جميل شكل بس الكاميرا الخلفية عجيب شوية يعني انا محبتهش قوي كنت احب اشوف تصميم كاميرا احلى من كده وطبعا كالعادة فيه بروز على دراجتين للعدسة الخلفية الرئيسية وطبعا فيه جراب شفاف في العلبة بيغطي البروز ده خامات الظهر انا كنت متعود في النسخة البرو من ريدمي بتبقى ازاز ولكن انا حاسس انخيمات هنا بلاستيك صوت الخبطة على ظهر الموبايل مختلف ومايل لانه يكون بلاستيك بس ممكن يكون ده احساس مش اكتر الموبايل وزنه مش خفيف ومش سئيل متن واحد جرام تخانة تمانية واحد مع عشرة ميلي والفريم بتاع الموبايل مسطح بصوا يعني التصميم ده يعتبر تعديل بسيط على تصميم الريدمي نوت اليفن برو الفور جي القديم هم جنب بعضهو شايف التجديد اللي حصل في النوت ويلف برو فور جي احسن ولا اوحش باخر حالة بزيط التصميم مفيه شهادة مقامة معتمدة للموبايل شاشة الموبايل هنا ستة وسبعة وستين من مية بوصة املت بدوكت فول اتش دي بلس بتردد بيوصل لمية وعشين هرتز مع سجب سواء للسيلفي والشاشة هنا استغلقت لقيتها دعيمة لله دي ارتز تين بلس والدولبي فيجن هوا في الشاشة معقولة جدا والشاشة هنا انا شايفها كويسة يعني ما فيهاش مشاكل هتقدم لك تجربة معقولة كون ان هي شاشة كبيرة واملت وشكلها حلو عشان بسجب وتردد عالي 120 هرتز الوانها كويسة بس انا حسس ان النوع الشاشة اللي معايا هنا بارد او كلد شوية الالوان كانت محتاجة تزيد في التشبه حاجة بسيطة بس عادي انا ممكن ازبطها من الستينج بتاعت الوان الشاشة بتاعت الموبايل والسطوع تحت الشمس هو كويس بس اول ما تطلع تحت الشمس قوية هتلاقي الموبايل بيجيب البيك برايتنز بتاعته اللي هي الالف وشوية نتز بس بيدي قابل الضبط وبتلاقيه نزل للسبعمية عالسبعمية مازال بيتشاف بس طبعا بيبقى اقل من موبايل منافس مثلا زي الجالاكسي اي 34 من سامسونج بصوا الشاشة بتاعت الموبايل دي مش اول مرة شوفها تقريبا دي نفس الشاشة اللي شاومي وتحطها في معظم موبايلاتها المتوسطة في الفترة الاخيرة بدون تغيير ولا انا شايف يعني ان محدش بيشتكي منها واخيرا مفيش اعلان رسمي عن طبيعة الحماية والموبايل بيجي في العلبة بتركب عليه سكرينة بص انا عارف ان انت بنسبة 90 في المائة ما عامتش تلاك في اول فيديو وبعد ازنك اعمل اللايك عشان الفيديوهات الجديدة بتاعتنا توصلك اول باول وكتب لي كومنت كده وقول لي عاوز مقارنة ما بين الريدمي نوت والف برو والفور جي والسامسونج جالاكسي 34 ولا لا ويلا اكمل الفيديو نيجي للاداء بقى وامعرفش شاومي عملت كده ازاي المعالج المستخدم سناب دراجون 732 جي تكنولوجيا 8 نانو وده معالج فور جي وده نفس المعالج حرفيا اللي كان موجود في الريدمي نوت 10 برو القديم اللي نزل من اكتر من سنتين انت متخيل بصوا انا معرفش شاومي جابت المعالج ده ازاي ومنين جابت كميات منه ازاي المعالج ده المفروض ان هو قديم والمفروض تصنيع وتوقف ما علينا يعني شاومي تصرافت اداء المعالج ده انا شايفه متواضع ومتوسط هو مش هيقدم لك اسرع اداء لانه مش اقوى معالج المعالج ده يعني بيتقارن بالجي 96 اللي هو المعالج المنافس ليه من شركة ميديا تيك وفيه من ميديا تيك معالج جديد اللي هو جي 99 وانا وجد نظري ان الجي 99 اكسب الاسناب درجون 732 جي من كوالكم بس فيه ناس بتحبوا معالجات كوالكم فخلص شاومي قالت تحط معالج كوالكم قديم في الموبايل ده وعموما الموبايل ده اداني نفس الاداء والتجربة بتاعة الريدمي نوت 11 برو القديم والريدمي نوت 10 برو القديم بدون اي تطوير في جزئة الاداء متوسط مش اسرع حاجة ومش ابطع حاجة هتحس ممكن ساعات كده بتقطيع خفيف وانت بتتنقل بين البرامج الخفيفة حتى مش البرامج التقيلة اكيد لو قرنت الموبايل ده بسامسونج ايه 34 اللي ايه 34 هيكتسحه في السرعة بفضل المعالج الاقوى في سامسونج دايمنستي 1080 وبفضل وجهة سامسونج الاسرع في حقيقي لو انت حد بتدور على الاداء السريع والمهام التقيلة منصحكش بمعالج قديم زي ده في 20-23 بالسعر بتاع الموبايل لان هو برضو مش خويصة نازل بالاسعار الجديدة لان انا شايف ان شاومي يعتبر جماعة موبايل ينزل باسم جديد بدون اي تطويرات قوية في المواصفات تناسب 20-23 بالنسبة للا اداء الرسومي باب جي هنا بتشتغل على ممكن تقلق وتلعب على ادرا اداء الموبايل في الالعاب معقول بس بالنسبة لي مش اقوى حاجة الموبايل بيسخن شوية مش عارف ازاي مع ان المعالج ده المفروض ما كانش بيسخن وتمانية وبس جايز عشان هو بجربه في وقت حر قوي والمعالج بيقلل تردداته حبتين لما بضغط عليه ولما الموبايل بيسخن والمعالج يقلل تردداته اداء الموبايل نفسه بيقل لحبتين تلاتة بيظهر عليه انه مش قادر يدي لك الاداء الطبيعي بتاعه خصوصا مع التصوير الكتير حقيقي دي حاجة ما عجبتنيش بصمة الموبايل هنا على زرار الاباور اداء كويس مع تجميع الايكونات الوجهة كالمعتاد من شاومي والفسق اللوك صرايته كويسة في حاجة هنا بقى مش عجباني في الموبايل تماما اول ما بتشتريه هو نازل باندرويد 11 بتطلعهم العلبة باندرويد 11 وهيوصلك بقى تحديث حوالي 4 جيجا عشان يبقى اندرويد 12 على 100 اي 14 ومفيش اندرويد 13 وده ينفع شاومي بس الموبايل هنا فيه كومبو شاومي المعتاد مايك اضافي العزل للدوشة مستشعر اي ار وكمان داعم لخاصية الان فسي ايوة هنا دا داعم للان فسي وصوته كمان استيريو عالي بس بتاعه يعني عارف انت مش احسن حاجة بس مازال الصوت كويس وكمان في مدخل سماعات 3.5 ميلي اللي كلكم بتحبه بس اللي زعلك بقى مستشعر التقارب وتحس ان الموبايل دا نازل كده في عالم موازي مش قلنا يا شاومي هنحل مشكلة السنسور والسوفتوير دا وكل موبايات الجديدة اللي هتنزل تبقى هاردوير ما علينا شبكات الواي فاي والاتصال بتاع الموبايل هنا كويسة ما وجهتش فيها مشاكل الواي فاي مثلا ما فصلش مرة واحدة لوحدة تمام بطارية الموبايل هنا 5000 ميلي امبير وادقة كويس هتعدي 7-8 ساعات شاشة مفتوحة هتكمل معاك يوم من الاستخدام المتوسط بدون اي مشاكل معاك شاحن سريع اكيد كلكم عارفينه من شاومي 67 واط بيشحن البطارية في حوالي ساعة الاروبا وده وقت كويس نيجي للكاميرات كاميرا خلفية 108 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.9 ودي مش اول مرة نشوف المية وتمانية شوفناها في الاصدارين اللي فيعته قبل كده مع عدسة تانية ultra wide 8 ميجا بيكسل وعدسة 2 ميجا بيكسل ماكرو وعدسة 2 ميجا بيكسل عزج والسيلفي 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 على فكرة ستابت جوجل كاميرا نسخة شغالة 100% على الموبايل واسيب لك اللينك بتاعتها الكاميرا خلفية في الموبايل ده حلوة المية وتمانية ميجا بيكسل حاجة تانية مع معالج من قوالكم يا جماعة انا شايف معالجة الصور وتفاصيلها احلى من ريدمي نوت 11 برو القديم عشان المعالج كان ميديا تيك في النسخة ولما بيستخدم جوجل كاميرا بيطلع صور احلى واحلى صور قوية فعلا بتطلع من الكاميرا الخلفية هنا مش يظهر تفاصيل وضوح الوان ده غير الديناميك رينج معقول بس مع جوجل كاميرا بيبقى رهيب جوجل كاميرا جماعة بيزبط الديناميك رينج بطريقة مجنونة تحسك ان انت بتصور بفلاكشيب مش بروان متوسط ولما بتدخل في اضاءة داخلية راضي عن اداء الكاميرا العادية ومع جوجل كاميرا بتكون احسن شوية بصراحة الموبايل ده جامد في التصوير فعلا فكرني بامجاد الريدمي نوت 10 برو لو تفتكروه في التصوير بالكاميرا الخلفية حتى شوف كده مقارنة سريعة مع الجالاكسي ايه 34 في الك اما السيلفي فهو في تحسن بسيط بس مازال سيلفي متوسط البشرة بتتمسح شوية بتكون فتحة حاجة بسيطة عن الطبيعي في ناس بيعجبها لوق السور ده بس انا ما بيعجب ليش جوجل كاميرا بقى بيخلي لون البشرة محمر شوية وبيجيب لك كل التفاصيل فانت شوف هترتاح لانيس كين تون فيه كالعادة سيلفي شاومي ما بيبقاش اقوى حاجة بس زي ما قلتلك حسي التحسن هنا علشان معالج كوالكم ده جامد في معالجة السور واه مفيش نايت سيلفي في التصوير بتاع ش اعتمد على جوجل كاميرا علشان تاخد صور سيلفي نايت معقولة بسيبكم معه تصوير الفيديوهات بالريدمي نوت ويلف برو الفور جي موبايل ده بيصور لحد فور كي تلاتين فريم في الثانية بفضل المعالج الكوالكم المستخدم هنا ولكن انا دلوقتي بصور على الف تمانين عشان ما فيش ثبات على جودة الفور كي خلينا كده نشوف مع بعض جودة تصوير الفيديوهات عاملة ايه من ناحية تفاصيل الالوان الديناميك رينج السبات الحاجات دي كلها ونشوف برضو جودة الصوت لان الموبايل كد وفي العزلة دوشة حبيب اكد عليك معلومة ان سطوع الشاشة كويس جدا لمدة دقيقة دقيقتين بالكتير بعد كده بينزل اوتوماتيك من الف نتس لسبعمائة نتس تقريبا فده بيخلي انت مش قادر تشوف الشاشة كويس تحت الشمس المبسور يعني هو يضوبك بيديك دقيقتين كده تلات دقيقة في الكتير يا شايف الشاشة كويس لا خلاص انا اعطي الاضاقة باعشان انا ايه مش قادر ادي لك كل الاضاقة دي بالنسبة الاسعار الريدمي نوت تويلف برو الفور جي موجود من النسختين النسخة الاول الصغيرة مية تمانية وعشرين جيجا مع تمانية جيجا رام سعرها الرسمي حداشر الف وخمسمائة جنيه والنسخة الكبيرة متين ستة وخمسين جيجا مع تمانية جيجا رام ودي سعرها الرسمي اتناشر الف جنيه وينفع تركب شرحتين اتصال او شريحة وكارت ماموري رأيي النهائي الريدمي نوت تويلف برو الفور جي ما هو الا تحديث بسيط قوي للنوت تين برو القديم والنوت اليفين برو القديم مع شكل ممكن يكون اجدد شوية وتوفر نسخة اعلى متين ستة وخمسين جيجا الكاميرا الخلفية بتاعت الموبايل ده حرفيا قوية تقدر تنافس الموبايلات التانية في نفس الفئة السعرية ويمكن اغلى شوية وحسيت بتحسن كبير وملاحوظ عن الموبايلات القديمة النوت 10 برو والنوت 11 برو طبعا مع دعم كامل لبرنامج جوه الكاميرا اللي بيشاقل بالكاميرا وبيخليها احسن بكتير صوته استيريو عالي فيه مدخل سماعات 3.5 ميلي فيه NFC IR وبالطاريته كبيرة 5000 ميلي امبير وشاحن سريعة 67 واط والشاحن والجراب بيجو جوه عيلبة الموبايل اللي ما عجبنيش بقى في الموبايل ده المعالج بتاعه الكوالكم قديم نسبيا مكتف الموبايل بصراحة مؤثر على اداء الموبايل كده وسرعته في المهام التقيلة بشكل ملحوظ الموبايل ده كان محتاج معالج اكوا وفي نفس الوقت الموبايل حسته بيسخن بسهولة السطوع بتاع الشاشة العالي بيقل بسرعة والموبايل لما بيسخن وبيقلت ردوداته بيبان قوي على اداءه بيقل بشكل ملحوظ بيبقى في جليد شات واضحة وتقطيعات واضحة وصريحة ده غير ان السوفتوير بتاعه اولا نوابية باندرويد 12 وبعد التحديث بيبقى اندرويد 12 مش 13 واخر حاجة رخمة فيه سنسور التقارب السوفتوير مش هاردوير ممكن يضايقك ويعلق معي من الاخر كده شاومي كان لازم يكون عندها موبايل موجود بشكل رسمي في مصر بضمان في الفئة المتوسطة لان ايه الفترة اللي فاتت موبايلاتك اتخلصانه فبعت اتجابت النسخة الفور جي من الريدمي نوت ويلف برو بس عارف انت هي حصدها واحد شوية لان النسخة الفور جي من الريدمي نوت ويلف برو ما فيهاش تطويرات حقيقية محسوسة عن النوت 10 برو القديم والنوت 11 برو القديم عشان كده شاومي قررت تجيب نسخة عالية منه 256 جيجا وتمانية جيجا رام فموبايل جديد بضمن محلي ومتين 56 وفيه الباكيج بتاع شاومي المعتاد عشان تقدر تسد غيابها في الفئة السعرية وفي اخر الفيديو احب اقولك لو معاك الريدمي نوت 10 برو او ريدمي نوت 11 برو فمتحكش تماما ان انت تغير للريدمي نوت 12 برو عشان مش هتحس تطويرات حقيقية ودلوقتي احب اعرف رأيك هل انت شايف الريدمي نوت 12 برو الفور جي منافس بسعره ولا لا وهل انت برضو حابب تشوف مقارنة كاملة ما بين الريدمي نوت 12 برو الفور جي والسامسون جالاكسي اي 34 ولا ايه كلام ما تنساش تكتبلي كومنت بكل الحاجات دي كلها انا بقرأ الكومنت وتفعل معاها تنساش اللايك الجميل لو عمدش في الاول وتتأكد ان انت عملينا سبسكرايب لو تشوفنا على اليوتيوب وفعل زرار الجرز اشترك في حلقة جديدة من مراجعة موزل كان معكم محمد سعيد السلام